موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا شباب يا رب تكونوا بخير نهاردة حبيب ان شاء الله هناخد حال محافظة جديدة محافظة الجيزة بالنسبة الماس في بريب 3 في فرع الجبرا يلا اول كوست معي هنا بقولي choose the correct answer طيب الاول لازم اعرف ال value بتاعت ال x عشان اعرف اجيب مين الطيب نجيبها منين قال له والله اول حاجة انا اقول له ديت كان اصلاه ايه قال له 3 to the power x plus 1 دي كان اصلاه ايه قال له كانت عبارة عن 3 to the power x multiply 3 ليه قال له والله يا بابا انا عندي من هنا دي الباور بتاع اب 1 فانا هناك لما يكون عندي الباس شبه الباس كنت بقولي بحط الباس زي ما هي اللي هي 3 واعمل ايه قال لي بعمل addition للباور فاقول له x plus 1 اهي بقت x plus 1 كل ده equal زمين قال له 81 طيب انا عندي هنا فيه multiply صح انا عاوز اتخلص من 3 دي اه يبعمل هنا divided by 3 واعمل هنا divided by 3 فال3 ده هي تروح مع 3 دي يتفضلي في الاخر ايه قال لي 3 to the power x equal 81 divided by 3 قال لي دينا 27 بقى 3 to the power x equal 27 اللي تمنا ممكن اخلي 27 دي عبارة عن 3 to the power حاجة اه يبقى انا من هنا اقول له 3 to the power x equal mean قال لي 3 to the power 3 طيب من هنا هابصة لأنا عندي بقت البيز بيسوي البيز اه يبقى انا عندي من هنا الله مصنى محمد يبقى عندي من هنا الpower بيسوي الpower يبقى x equal mean يقلب يبقى x equal 3 يبقى انا من هنا اللي حطيت دي ب3 فيبقى 2 multiply 3 قال لي دينا 6 يبقى بقى الانصر عندي مين لتر بي بعدها هنا بقول لي if n x equal to then n x multiply y او هنا كمان بقول لي ان عندي n x multiply y يدينا كم قال لي دينا 6 then n y to the power 2 يدينا ايه قال لي والله n دي يعني معناها بابا numbers او عدد العناصر اللي موجودة فين قال لي في موجودة في ال x طيب انا من هنا n x multiply y دي كان اصلها ايه قال لي يعني معناها n أو n of x multiply مين n y صح ولا لا يبقى هنا اقول له ادي n للx multiply ها n of y طيب يا سيدي وكل ده equal مين قال لي كل ده equal خلي بقى لك كل ده equal 6 طيب كما انا عندي ال n of x بكام مدة ها لي بتو ايه يبقى انا ممكن اشيل ده ايه وحط مكانها 2 فقال لي 2 multiply كم يدينا 6 قال لي معنا كده ال n of y يدينا بكام قال لي 3 جميل طيب يبقى ال n y to the power 2 اللي يعني معناها n of y multiply n of y يعني 3 multiply 3 يتيدينا كام التي تدينا 9 اللي بعدها هنا بقول لنا عندي if x to the power 2 equal 4 then absolute value of x يدينا كام طيب هقول له اول حاجة ال absolute value بتاعت ال x كده كده لازم تطلع لي positive تمام اللي تمام يعني ما ينفعش النتج يطلع فيه negative طيب يا سيدي انا عندي انا عندي الاولى والتالتة دي ما تنفعش يبقى التانية الاولى الاخيرة طيب نجيبها منين ان انا عندي x to the power 2 equal 4 اه يبقى من هنا ال x بس هقول له equal positive or negative 2 باخد square root ومنساش ان دي طالما equation وفي هنا power to the power 2 اه يبقى لازم اعمل ايه positive وال negative يبقى من هنا اشيل ال x وحط ال value بتاعتها فلو حطيتها positive هتطلع لي positive لو حطيتها ب negative برضو هتطلع لي positive يبقى عندي من هنا الانصر هتبقى mean to اشيل ال x وحط مكانها 2 هتطلع لي فهمناها ازاي اللي بعدها هنا بقى بقول لي ايه if x y equal 7 then y various was mean هقول له بصة اسيد اول حاجة هو بقول لي y various was كذا اه يبقى انا ممكن نجيب ال y ده اخلاه هنا في النحة التانية فبقى عندي من هنا ان ال y equal 7 over the x اه يبقى انا عندي من هنا ان ال y various inversely as x صح ولا لا ليه لاننا عندي x هنا بعد في ال denominator او احنا كنا اقضينها قبل كده لما يكون عندي x multiply y يبقى معنا كده الاتنين دول بينهم ايه ال inverse variation الاتنين بينهم ايه inverse variation يبقى عندي من هنا الانصر هتكون liter e اللي بعدها بقول لي if x minus y equal 5 then 6 x minus 6 y equal طيب هقول له يبقى عندي ايه قال لي والله اننا عندي هنا 6 و 6 يبقى ممكن اخد منهم ايه اللي ممكن اخد منهم common factor اه لما اخد من هنا 6 common factor هتفضل ولما اخدت من هنا هتفضل لي minus y تمام التمام كل ده equal انا عندي x minus y اصلا ب5 اه يبقى انا ممكن اشيل ده ايه كلها وحط 5 فتبقى اضيع عبارة عن 6 multiply 5 يدينا كام اللي يدينا 30 يبقى الانصر عندها تبقى ايه يبقى الانصر عندها تكون liter e اللي بعدها هنا بيقول لي the commonest measure of the expression of the most accurate بص يا بابا لما اقوله most accurate بيقول لي فين الا الله في expression اه يبقى عندي من هنا هايبقى ال standard deviation اللي هو مين ال standard deviation وركز على السؤال ده عشان بتكرر كتير لو جين سعلك بقى اللي هو most common او most مثلا simplest and easiest اسأل حاجة هتبقى مين فقى ال range تمام كده شباب ده بالنسبة ل البعدها هنا بقى question number 2 نتر ايه بيقول لي if x equal negative 1 0 1 و 2 3 y equal 0 1 و 4 و 6 و 9 بقول لي and r is the relation from x to y كل ده معنينيش اهم حاجة عند ال relation ايه هي بولي where a r b means a to the power 2 equals 1 او equals b بولي for each a belongs to x and b belongs to y بقول لي write r and represented by an r طيب يا سيد الر بقى هقول لي بقى انا عندي من هنا r equal اهو الر equal ايه افتح bracket صعيد ولانا عندي a to the power 2 equal 1 بص بقى او equal b يبقى انا عندي من هنا a to the power 2 equal b يبقى انا المفروض ان لانا لما اشيل ال x وعود بها باي value من هنا لازم اطلع ل value of b طيب يا سيد مش شرط لازم انا بقول لك هو بقول لي بعد كده بقول لي prove that that r is a function يبقى لازم اطلع ل value of b طيب بص يا سيد اول حاجة شيل ايه وحط مكانها negative 1 فيبقى negative 1 to the power 2 اللي يطلع ل value of 1 ال 1 موجود ايه يبقى بقى ادي عبارة عن negative 1 and 1 اللي بعدها شيل ايه وحط مكانها 0 فيبقى 0 to the power 2 اللي والله يدينا 0 الزر موجود هنا ايه يبقى خلاص اقول له دي عبارة عن 0 و 0 اللي بعدها شيل ايكس اول ايه وحط مكانها مين اللي 1 to the power 2 equal 1 ال 1 موجوده ايه يبقى اقول له دي عبارة عن 1 and 1 اللي بعدها اقول له 2 to the power 2 فبقى 2 to the power 2 اللي ادينا مين اللي 4 اللي 4 موجودة هنا ايه يبقى ادي عبارة عن 2 and 4 اللي بعدها اقول له 3 to the power 2 فيبقى 3 to the power 2 equal mean اللي 9 اللي 9 موجودة هنا ايه يبقى ادي عبارة عن ايه هولو الله عبارة عن 3 and 9 وفي المين البراكت بتاعه كده نجيبت مين ال R بعد كده بقول لي represent it بيان R و diagram طيب بص يا سيد عشان اعمل لها represent by an R و diagram diagram لازم اعملها والله لازم ارسمها او اكتبها الاول انا عندي من هنا مين اللي داي عبارة عن ال X جميل يبقى انا عندي ده ال X اهو واجب له بعد كده مين ال Y ونبدأ نكتب بقى سيد ال X و ال Y هقول له اول حاجة عندي DX و عندي DY ال X اللي هي مين قال لي negative 1 بعد كده اقول له 0 بعد كده 1 بعد كده 2 بعد كده 3 اللي بعدها اقول له 0 1 بعد كده 4 6 9 طيب وابدأ مساء اشوف بقى انا عندي من هنا ال negative 1 رحت لل 1 خلاص بقى انا عندي ال negative 1 رحت لل 1 اللي بعدها ال 0 رحت لل 0 جميل ال 1 رح لل 1 برضو اهو ال 2 رحت لل 4 بعد كده 3 وصلت لمين قال للني تمام اللي تمام كده انا عملتها represent بين R و diagram بعد كده بقى بقول له ايه Prove that R the function from X to Y وعاوز يزبت ان ذي عبارة عن ايه اللي function وفي نفس الوقت بقول ل undefine the range of i انا عايز ال range بتاحها طيب علشان دي تكون function يعمل ايه اللي لازم ابابك كل element من هنا لازم يطلع منه مين ساهم واحد بس فنفعنا لو بصيت كل elements بتاعة ال x طلع منها ساهم واحد ال x من عند ال negative 1 طلع منه ساهم ال� 0 طلع منه ساهم ال 1 طلع منه ساهم ال 1 طلع منه ساهم واحدة اقول له مستردن عند ال 1 هنا ده وصل له ساهمين ما ليش دعوا باللواصل لا يدعوا باللطالع طلع منه كم ساهم اللي ساهم واحد خلاص او ممكن كنت اقول له عبارة دي عبارة عن function ليه اللي لانه عندي هنا each element of x ها شوفت بقى بقولك ان عندي كل عنص من عناصر x appears only once as the first projection او اقول له appears only once as the first projection of mean والله of the relation ان عندي كل عنص من عناصر x لازم ابابك يظهر مرة واحدة فين او هو بيظهر مرة واحدة فين الف relation اللي عندي يبقى هنا بقول له proof are the function فاقول له والله are as a function وتكتب له كده عسل لازم تكتب له الكلمة اندول ليه اقول له والله because each element of x appears only once اقول له اه تعب اه اقول له والله at the first coordinate at the first coordinate هقول له ايه in the relation the relation نرجع احطا طول وراء اه تعامل كده شباب فهمنا ازاي؟ طيب طيب كده عرفنا المين ان دي عبارة عن او كده جبنا المين ان هي عبارة عن فاكشن طيب بعد كده بقول لي بقى find the range طيب الرنج هو عبارة عن مين هقول له range وهقول له equal وهبتح سيد كده الرنج هو عبارة عن elements اللي وصل لها اسهم العناصر اللي وصلت لها اسهم من هنا اللي وصل له اسهم؟ ال zero بعد كده عند one بعد كده عند four بعد كده عند nine بس كده الله بس كده بقى انا كده جبت من يبقى انا كده جبت الرنج اللي بعدها هنا number b بقول لي if a و b و c and d are proportional quantities بقول لي proof that a c over d b equal a minus خلي بالك بقى c over b minus d all to the part طيب اعمل من هنا ايه؟ هقول له اول حاجة هجيب له مين؟ left side اللي هو عاوزه يبقى انت من هنا او هو الاول طالما هنا مديني دولة عبارة عن proportional quantities يبقى من هنا وقال المفروضة اقول له ان a over b equal c over d كل ده equal مين؟ قال لي كل ده equal m يبقى من هنا ايه؟ انت من هنا وايه؟ من هنا الا ايقوى اللي تحتهاM يبقى الايقوى bm و و كمان الا استفاده قال لي بقى c equal dm جميل قال لي جميل هاتلي بقى left side فبقى left side عندي من هنا اللي هو the a c over d b واقول له كل ده equal طيب يا سيد الا ايه اللي هي بكم قال لي الايه اللي هيعبارة عن bm يبقى اقول له bm m. multiply سي يحدث عن dm. يقول لو laughs هي being هتفضل b زي ما هي. multiply d. طيب اقول له كل ده equal. انا لو جيت بس armpit من هنا هده دول ما يعمل لهم multica isね. بي انا ممكن انا في حامد اعمله simplify اختصر اللي فوق مع علي تحت فابصة لا من هنا ايه. على لو سلا Wer من هنا عنديell b تروح مع ال b. والd تروح مع The m. تعاملتي كده باللما كان بينهم nut هتفضل لي فوق مين? قال لي m multiply m يعني هتطلع لي m to the power 2. كده انا جبتي مين? قال لي left side. هاتلي بقى right side. اللي هو عبارة عن ايه? اللي هو عبارة عن ايه? ماينس السي ها اوفر البي ماينس الدي all to the power 2. تمام? قال لي تمام. طيب اقول له كل ده equal. بص بقى سيدي ركز معي. انا عندي الاي بكام? قال لي الاي عبارة عن بي ام يبقى ادي بي ام. ماينس السي اللي هي بكام? قال لي دي ام يبقى دي ام. اوفر تحت البي ماينس الدي. طيب اقول له كل ده to the power 2 equal. ركز بقى معي في اللي جاي. هقول لنا عندي من هنا لو بصيت. ايه اللي انا ممكن اخده command factor? اللي انا عندي هنا ام وام. يبقى انا ممكن اخد الام command factor. تفضل لي مين? انا هتفضل لي البي. ماينس ايه دي? صح? اوفر تحت البي ماينس الدي برض. لو بصيت هبص لها ان انا عندي من هنا البي ماينس دي. تروح مع البي مينس دي. تفضل لي في الاخر بس خلي بقى لك كل ده to the power 2. هتفضل لي ام to the power 2. اه يبقى انا عندي من هنا left side equal main right side. question بعد كده هنا number three. اللي ترقيه بيقول لي if x او y varies directly as x and y equal 14 when x equal 42. فبقول لي هنا find the relation between x و y. بعد كده بقول لي find the value of y when x equal sext. طيب يا سيد. اول اول حاجة مش طالما تيجبها various directly as اه يبقى ساعدت اقوله هنا انا عندي الواي equal constant multiply يعني mx. طيب انا شلت العلامة دي وحطيت مكانها constant او equal constant في ال x طيب. بقول لي انا عندي الواي كانت بفورتين لما ال اكس كانت بفورتين يعني شيل الواي وحوط فورتين لما ال اكس يكون كام فورتين. يبقى الفورتين اكوال هيبقى م ملتبلاي مين اللي ملتبلاي الفورتين. طيب انا عامل هنا عاوز مين اللي عاوز اجيب ال value بتاعت الكنستان عشان اعود بقى هنا. يبقى من هنا here divided by fourteen. وهنا dv by fourteen. تمام. او هنا غصب معلReg sky divided by forty two عشان هنا اللي جانب من؟ اللي جانب ال mundy الفورتين انا عاوز اجيب ال m واحدة. يبقى دي هنا كمان divided by forty two. طيب دي تروح مع دي يتفضلي ان ال m equal. ال m equal ايه?. If you look at here divided by 14 هتطلع لي بone FORTY two divided by 14 هتطلع لي بthree انجه الم equal كامo 1 over 3 يبقى من هنا اشيلها بقى وعود هنا في relation دي يبقى من هنا اقول له Y equal هيبقى 1 over 3 mean X جميل لحد هنا جميل بعد كده كده جبنا من relation اللي هو اول مطلوب هو عاوز تاني مطلوب هو عاوز بقول لنا عاوز ال value بتاعة Y لما X equal 60 خلاص يا سيد يبقى من هنا اقول له X equal 60 ساعتها هيبقى هقول له يبقى Y equal هيبقى 1 over 3 multiply mean multiply is 60 من هنا اقول له يعني 60 او 3 divided 3 equal 1 6 divided 3 equal 20 يبقى من هنا ال Y equal mean equal 20 فهمناك كده ازاي شباب وفيه واحد ممكن يحلها بطريقة تانية يقول له ايه انا عندي X1 over X2 equal Y1 over Y2 وهكذا ويبدأ حلها بالقانون ده وهتطلع برضو من نفس الحل اللي بعدها هنا بقى لتربيه بقول له ايه graph the curve of the function F where F of X equal 4 minus X to the power 2 where X belongs to the interval negative 3 and 3 بقول له from the graph find the vertex of the curve بعد كده بقول له the maximum value of the function of the equation او بعد كده and the equation of symmetry او of the symmetry axis type بوسيباب هو انا اطالب منك ازا حاجة اول حاجة عايز اعمل ايه اللي اعمل curve او الكيرف اللي اطلعنا ده لازم ارسمه طب هارسم منين الكيرف ده الاول حاجة والله يعني عشان ارسم الكيرف لازم اعمل يكون عنده حاجة ايه يكون عنده grade اللي قدامي دي الشبكة اللي قدام دي ولازم يكون عنده table زي اللي قدامي ده طب في التابل ده هنعمل ايه قال له والله ده انا بعمل هنا X وهنا Y وبعد كده بعمل ايه قال له والله بابدأ اكتب ال value بتاعت ال interval اللي عندي ده اقول له بابدأ عنده هنا negative three اللي بعدها اقول له negative two اللي بعدها negative one بعد كده اقول له عندي zero بعد كده اقول له عندي one بعد كده two بعد كده three طيب بعد كده هجيب له ال Y منين ال Y دي انا هجيبها ان انا اعملها ممكن اعوض هنا في الفنكشن ليعندي او واجيبها عن طريق من الكالكليتور احنا نجيبها عن طريق الكالكليتور هاجيبها ازاي καعمل PED اللي هي عندي هنا لتر مين سيفن او نومبر سيفن خلاص ايب انت هنا هتختار نومبر سيفن بقول لي اكتب الفنكشن طيب هنكتب الفنكشن فور ماينس اكس تباور تو ركز بقى عشان ديت السؤال ده هتكرر او لازم يتكرر في كل امتحان لازم مملهاش حال تاني هو لازم يتحل في كل امتحان يجي لك سؤال زي ده طيب نعمل ايه هقول اول حاجة باكتب عشان اكتب الفور ادي الفوق ماينس ال اكس بقى بضغط على كلمة الفا وبعد كده اختار القوز ده كده كتب لأكس طيب عاوز اكتبها تتباور تو اتكى على الباور تو واتكى اكوال كده نخلصن الفاكشن جيه في اكس لا ما فيش دالة تاني اقول له ستارت الستارت بقى عندي منين قالوا من اول نيجاتيب ثري يبقوله نيجاتيب ثري اقول له اكوال الاند حد ثري يبقوله ثري اكوال بقول سليب وان ايه يبقى اتكى وان ان اقول له اكوال اذا هدأ مطلع Us اوصاد الثري ايه طيب الفاكشن عندها اوساد الثري طيب غيرDD أييه الثري عميلт الثري او الثريف ثري يبقى انا inflammatory بعد ذلك الثريف ثريف 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 ثري بعد كده zero بعد كده three بعد كده four اللي بعدها قال لها تكون zero atha ما عليش اللي بعدها تكون max three واللي بعدها تكون zero واللي بعدها تكون negative five يا سيد من هنا ابده ارسم الرافه اللي عندي دهوت قاعد الشبكه اللي قدامها ركز باقا معاها في اللي كالية هو انا اقبار value في الى اكل اعلي valuerado في الى اكل حد negative three واقل واحدة هنا الحد مين قال الحد negative four Vielen يبقى أنا هتنين ينزل يا بابا هنا في الشكل اللي الدم ده وارسم لحد مين النيجاتف فايف يبقى عندي مثلا لو عملنا ده هنا كده ركز معي هقول يبقى عندي النيجاتف وان نيجاتف تو نيجاتف ثري نيجاتف فور نيجاتف فايف الاخيره دي نيجاتف فايف خلاص جميل واللي بعدها هنا فوق الوان تو ثري فور فايف خلاص ماشي ما فيش مشكلة بس احنا ممكن نطلع على اللين ده بس الفوق شوية كده عشان الرسم ما تبقى شيء اللي تحتقه انت طبعا عندك الكراسة بتاعت الرسم اللي بينها تجيلك انت تبقى ايه ترسم براحتك يا عسل يلا واللي بعدها نرسم اللي التاني نعندي هنا ثري وثري خلاص نعمل ديها الثري وثري طيب قولا عندي من هنا ده عبارة عن ده الواي داش وهنا ده الاكس وهنا ده الاكس داش وهنا مين اللي تحت الاخير ده مين الواي داش طيب عندي هنا وان دي وان بعد كده تو ثري فور والنحية التانية اقوله نيجاتيف وان نيجاتيف تو نيجاتيف ثري نيجاتيف فور تمام اللي تمام هنا اقوله وان تو ثري بعد كده عندي هنا مين فور في الاخر واخر حاجة تحت عندي في الواي مين الا عندي في الواي هنا اخير او هنا نبدأ النيجاتيف وان بعد كده النيجاتيف تو بعد كده النيجاتيف ثري بعد كده النيجاتيف فور بعد كده النيجاتيف فايف وفي الاخر النيجاتيف سكس تعيي اول بوينت عندي النيجاتيف ثري ونيجاتيف فايف يبقى اني جاي عند النيجاتيف ثري في الاكس وتني نازل عند النيجاتيف فايف هنا وعمل مين وعمل بوينت بعدها بقول لي negative 2 و0 negative 2 و0 عندنى negative 2 في الـ x والـ 0 يعني ما طلعتش ولا نزلت بعدها بقول لي negative 1 و3 يبادل negative 1 و2 طلع عصاد 3 وعمل curve بعدها بقول لي 0 و4 يبادل 0 و2 طلع عند مين اللي عند الـ 4 فوق خالص وعمل مين وعمل point بعدها بقول لي 1 و3 يبادل 1 و2 نزل فين أو 2 نزل هنا أو طلع عند 3 بعدها بقول لي 2 و0 يبادل وافضل عند 0 لاروح ولااجه بعدها بقول لي 3 و negative 5 ببادل 3 في الـ x واتني نزل عند مين اللي عند الـ negative 5 هنا وعمل point جميل قال لي جميل بعد كده اللي ببدأ اوصح الكيرف ده شباب بإيدي محدش يوصله بالمصطرة يعني انت توصله بإيدك هيبقى شكل وحش مش مشكلة يا عسي احنا ما لنشدعه بالشكل اهم حاجة ان انا اعمل ايه ان انا اوصح الكيرف ده بإيدي اهم حاجة ان انت توصله بإيدك تمام لان انت ايدك ايه انت لو عملته بالمصطرة هيبقى غلط انت لو عملته بالمصطرة هيبقى ايه غلط نبدأ بس انوصله تاني اهو يبقى يبدأ اوصل ده كده واتني نازل من هنا اهو تسيد كده احنا وصلنا ايه الكيرف وحش وحش مش مشكلة فبقول لنا عندي بعد كده ايه كده عملنا الجراف بقول لي بقى find the vertex of the curve الpoint بتاعت الـ vertex بتاعت الكيرف قال لي هي الpoint اللي فوق ده اللي هي عندي مين هنا قال له الله ده عبارة عن 0 for ممكن اجبها من طريقة آتي يا الله من عند الجدول انا لو اشلت واحدة من هنا مع واحدة من هنا واحدة من هنا مع واحدة من هنا واحدة من هنا مع واحدة من هنا تفضلي من قال له zero for يبقى انا عندي ال vertex بتاعتها تبقى كام قال له والله هتبقى عبارة عن 0 4 دي اسمها ايه هي Looking at the vertex of the curve وانت بتاني كتبله كده vertex of the curve equal فهمت ازي يبقى انت بتاني كده بدها تاني كتبله الpoint دي كده قال له عليه portfol cakes of the curve ماكسمام وليس واكسيما ماكسمام او ماثر او او حول فور المترجم للقناة equal. الاكس equal ايه? الاكس equal الفيرث كوردنات اللي الموجود عندي هنا مين? الفيرتكس. يبقى هنا اقوله الاكس equal مين? equal 0. وهي ادي عبارة عن ايه? اقوله والله the equation of the symmetry axis. يبقى اني كتيب له كده the equation of the symmetry axis equal نقط. ايقوال ايه? اقوله او مش equal هو ايه? عبارة عن الاكس equal مين? الاكس equal zero. البعدها بقى قصة النمبر فور بقوله اف اكس ايقوال اكس minus six. بقول لي and one over three. f of a equal negative two. بقول لي find the value of a. طيب ده سؤال سهل جدا ولكن طلبه بتلغبط فيه. وبقول لنا عندي من هنا. f of x equal كام ال six minus ايه? او ايكس مينس six. وبقول لنا عايز من هنا one third of f of a. وبقول لي كمان لو انا عندي one third of f of a equal negative two. طيب بص يا سيد. اول حاجة انا هجيب له والله الفاليو بتاعت مين الايه? هجيبها منين? اللي اشيلي الاكس وحط مكانها ايه? فهيبقى معنى كده ان f of a equal mean. قال لي equal a minus six. جميل? قال لي جميل. يبقى انا والله ممكن اشيلي الف of a ده ايه كلها وحط مكانها كام? قال لي a minus six. يبقى من هنا اقول له one over three multiply a minus six. جميل? قال لي جميل. كل ده equal مين? قال لي كل ده equal negative two. من هنا هبدأ بقى اعمل لها multiplication عادي. او اقول لنا عندي three d هنا في ال denominator تروح النحية التانية هنا في النمراتر. يبقى بقى الايه منس سيكس equal مين? هيبقى two multiply three. او negative two multiply three. يدينا مين? قال لي يدينا نيجاتف سكس. تمام? قال لي تمام. بعد كده هعمل ايه? قال لي انه عندي نيجاتف سكس دي تروح النحية التانية هنا بابضة سين. يبقى بقى من هنا ايه قديل ايه مينس سيكس. يبقى بقى اليه equal to negative 6 plus 6 يدينا كامة اللي يدينا 0 يبقى ليه طلعت عندي بكامة يا شباب يبقى ليه عندي طلعت ب0 نروح الـ question اللي بعده question اللي بعده كده هنا بقى لتربيه بقول لي ايه 5A equal 3B فبقول لي find the value of 7A plus 9B over 4A plus 2B طيب اول حاجة هعمل ايه قال له والله المفروض ان انا عند من هنا هجيب له الـ value بتاعت الـ A والـ value بتاعت الـ B وعود بيهم هنا طيب يا سيد هجيب له الـ value بتاعت الـ A من اين قال له والله يا سيد ما انا هقول له من هنا ان الـ A over B equal 3 over 5 كنت بقول لان عندي بقى روح من الـ A الحد الـ B ماردش وإيدي فاضية بقى 3 over 5 والكلام ده كله انها في الشرح ممكن تبقى ترجع له تاني لو انت عايشت فمن هنا هقول له يبقى الـ A over B equal 3 over 5 من هنا هقول له ايه بقى قال له والله يبقى من هنا هقول له ان الـ A كل ده المفروض equal constant تسابت دي بقى من هنا الـ A equal 3M 3 multiply مين قال 3 multiply الـ M يعني هنا هقول له equal A equal 3M وكمان هقول له والله يبقى انا عندي من هنا ان الـ B equal هيبقى 5M كده جميل قال له جميل عود بقى في الـ value اللي هو من دهلك هنا او هو الـ value اللي هو عوس او عندي هنا الـ الـ expression اللي هو من دولي ده عود ما كانه بقى سيط فبقول لان عندي من هنا 7A plus 9B طعيب هقول له الـ A بكام قال للـ A بـ 3M يعني هنا هقول له 7 multiply 3M plus 9B هي الـ B بكام قال 5M يبقى مساعدة اقول له 9M multiply 5M over تحت مين انا عندي من هنا 4A يعني ادي 4 multiply 3M plus 5B ولا 2B اقول له الله يبقى plus مين هقول له 2B يعني 2 multiply 9 او الله يسمى 3M 5A multiply 5M جميل قال له جميل وابدا اعمل ايه بلاس ومالتبليكيش فقال له 7 multiply 3 قال لي ادينا 21 يبقى دي عبارة عن 21M plus 9 multiply 5 قال لي ادينا 45 فدي بقى عبارة عن 45M over تحت عندي 4 multiply 3 قال لي والله يدينا مين قال لي ادينا 12M كده plus 2 multiply 5 قال لي ادينا 10 بقى 10M وابدا اعمل لها مين ابدأ اجمع يلا انا عندي من هنا 25M و45M يدينا كام اقول له 5 plus 1 يدينا 6 كده 4 plus 2 يدينا 6 بقى 66M over انا عندي من هنا 02 علي ادينا 2 بعد كده 1 و1 يدينا 2 بقى 22 من M من هنا هابدا اعمل لها simplify الام دي تروح مع الام دي تفضل 66 over 22 يدينا كام علي ادينا 3 يبقى انا عندي الفاليو ده كله طلع بكام ب3 بعد كده بقى question number 5 عندي من هنا بقول لي if x minus 1 and 11 equal 8 and y plus 3 بقول لي find the value of the square root of x plus 2 y طيب اول حاجة يبقى لازم اجيب له الvalue بتاعت ال x والvalue بتاعت ال y فهاجيب هلو منين اللي من عندي 2 coordinates equal 4 صح يبقى ان هنا اقول له first coordinate equal first coordinate اللي هو ده وال second coordinate equal second coordinate يبقى من هنا اقول له ال x minus 2 minus 1 equal 8 يبقى من هنا عندي negative 1 يروح الناحية التانية بقى بزرصين يبقى منها ال x equal mean هيبقى 8 plus 1 يعني ال x equal 9 جميل قال لي جميل كده ان جبت ال value بتاعت ال x النحية التانية قال لي من عندي second coordinate equal second coordinate يعني من هنا ان ال y plus 3 equal mean 11 بعد كده قال لي عندي من هنا يبقى ال y equal ال 3 تروح الناحية التانية بقى بزرصين يبقى منها ال y equal 11 minus 3 اللي هتطلع لي بكام اللي هتطلع لي بإيه هتطلع بكام يا شباب هتطلع بإيه يبقى من هنا اقول له ال y equal mean قال لي equal 3 جميل قال لي جميل هاتلي بقى ال value بتاعت الexperation اللي هو عاوزه فاقول له من هنا square root لل x plus 2 y ادي ال x plus 2 y يعني equal square root ال x اللي هبقى عن 9 اقول له 9 multiply ولا 9 plus ادي 9 plus plus من قال لي 2 y يعني 2 multiply 3 او دي ما عليش ده دي 8 دي ايه قال لي 8 فاقول له يبقى مع plus 2 multiply 8 واقول له كل ده equal ادي 9 2 multiply 8 قال لي دينا 60 يبقى بقى 9 plus 60 اللي هتطلع لي بكام قال لي والله اللي هتطلع ل 25 يبقى دي بقت عبارة عن square root لل 25 وسكور root لل 25 وسكور root لل 25 هتطلع لي بكام هتطلع ب 5 اخر كوسيان بقى معانا هنا في المحافظة دي بقول لي ايه find the standard deviation of the values 16 و 32 و 56 و 20 و 27 اول حاجة لازم اعملها ان انا اعمل مين اعمل التابل فادي التابل عندنا هواتة يا شباب وده كمان القانون مين اللي احنا المفروض او الرول اللي احنا المفروض نستخدمه تأمي حاجة لازم تكون حافظ التابل ده بيتعمل من كم خانة قال لي من 3 انا عندي هنا 1 فقى x 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 قال لي over او sum the number over mean قال لي over the number of values يعني هو بجمع عن الفاليوز ده وبعد كده بجسمها على مين على النمبر بتاعها طيب اجيب اول حاجة هقول له x bar واقول له equal equal mean قال لي جمع الفاليوز دي كله يعني برعا عن 16 plus 32 plus 56 plus 20 plus 27 over plus mean 27 طيب هما كلهم كام قال لي 1 2 3 4 5 قال لي over 5 جميل قال لي جميل بس هسيد قاتلني جاب الكالكوليتور عندنا هي وبعد كده اطلع من النظام ده اقول له mode 1 نظام البتاع المسائل اللي كنا حلينها وقول لنا عندي من هنا بقى اعمل fraction واقول لنا عندي اول حاجة من 16 plus 32 plus 56 plus 20 plus 27 over mean هقول له over 5 equal هبصة لام طلع حالي قال لي 1 point 1 ثانية كده لو في حاجة غلط انا عندي 16 32 56 بعد كده 20 بعد كده mean 27 اللي جميل صح هبصة لام طلع حالي 30 point 2 يبقى من هنا هقول له المين طلع لي بكام هقول له الله هذا عبارة عن 30 point 2 اقول له equal 30 point 2 طيب بعد كده بعمل ايه قال له الله هبكتب values ال x اللي هي values اللي موجودة عندي من هنا اللي هي عبارة عن 16 بعد كده عندي 32 اهو تبقى عندي من هنا تحت شوية هقول له 32 اللي بعدها عبارة عن 56 واللي بعدها 20 واللي بعدها مين هقول له 27 تمام كده قال له تمام بعد كده بقى أبدأ اقول له x طيب x اللي هي مين اللي لم طلع هتبقى عبارة عن 60 minus x اللي عبارة عن 30 point 2 واللي بعدها هقول له يبقى 32 minus 30 point 2 واللي بعدها هقول له 56 minus 30 point 2 واللي بعدها هقوله 20-30.2 واللي بعدها هقوله 27-30.2 وهقوله كل ده ايه equal يا شباب يال اللي بعدها عندي من هنا هقوله 60-32 او 30.2 اتني بص جاية بالكالكليترا وهو تسيد واتني اعيله اول حاجة ايه هقوله لان عندي من هنا 16 او معلش دي 16 اه 16 اقوله بقى 16-30 خلي بقى لك 0.2 اقوله equal هبصر انطلح لبين اتشوف ال negative طلعت لي ب negative 14.2 يبعا هنا اقوله كل ده equal negative 14.2 طيب يا سيد اتني جاب الكالكليتور تاني وقوله انا عندي من هنا هيبع عبارة عن 32-30.2 وقوله equal هبصر انطلح لبين 9 over 5 يعني معناها 1.8 يبقوله كل ده equal ادي 1.8 بعدها اقوله 56-30.2 يبقوله ادي 56-30.2 وقوله equal هبصر انطلح لبين قال لي 25.8 يبقى 25.8 اللي بعدها هقوله انا عندي من هنا من تاني انا عندي 20 يبقى اقوله 20-30.2 واقوله equal او point2 مش point5 اقوله equal هبصر انطلح لبين قال لي negative 10.2 بقوله ادي negative 10.2 اللي بعدها اقوله 27 برضو يبقى انا عندي من هنا 27-30.2 وقوله equal بصر انطلح لبين قال لي negative 3.2 بقوله negative 3.2 المفروض بعد هالفاليوز دي كلها ان انا اعمل لها to the power 2 يعني اعمل لها multiply itself فقوله 14.2 multiply 14.2 وهكذا بنعندي من هنا اقوله 14.2 واقوله كده او to the power 2 واقوله equal هطلع لي بكام واتنا اعمل بالكالكورة اطلع لي 201.64 خلاص يا سيدي بمن هنا اقوله دي عبارة عن 201.64 اللي بعدها اقوله 1.8 to the power 2 يبقى اقوله ادي 1.8.8 to the power 2 اقوله equal هبصر انطلح لحالي مين 3.24 يبقى اقوله انا عندي من هنا تبقى برعا 3.24 اللي بعدها يلا اقوله 25.8 to the power 2 واقوله equal هبصر انطلح لحالي مين ال 665 point مين ال point 64 بقوله 665 point 64 اللي بعدها اقوله 10 to the power 2 او 10.2 to the power 2 يبقى اقوله 10.2 to the power 2 خلي بقى لا يحطوش ال negative لانه كده كده اطلع لي positive تمام تمام فبعد كده اطلع لي 104.04 وقوله 104.04 اللي بعدها بقى اقوله negative 3 to the power 2 يبقى اقوله هنا 3.2 to the power 2 واقوله equal هبصر انطلح لحالي مين ال 10.24 بقوله ادي عبارة عن 10.24 شافي ال values اللي طلعت لك دي كلها اه ابدأ بقى اجمحها يا عسن اعتني مجمحها كلها لاني عايز السميشن بتاعها في القانون اللي عندي فمن هنا اقوله بقى يبقى عندي من هنا 201.64 plus 3.24 plus 665.64 plus عندي من هنا 104.04 بعد كده اقوله plus اخلي بالك ان عندي من هنا 104 ان كتبتها غلط 104 اهو plus مين وانت برضو ركز وانت بتكتب تمام يا شباب طيب يبقى عندي من هنا في الاخر اقوله 100 plus مين يلا اللي بعدها اهو بعد كده اقوله plus plus اقوله 10.24 يبقى عندي 10.24 واقوله equal هبصوا الين طلع علي رقم الرقم وطلع علي كام ال 684.8 طيب يبقى عندي من هنا كل ده equal ال standard version equal مين اقوله 600 ولا كام 900 984.8 يبقى 984.8 كل ده divided in ال n اللي هي مين قال النمبر بتاع الفاليزو اللي هو 5 وقتيني جايب الكالكوليتور تاني وقوله الله تني عامل stand او عامل root واقوله equal الانص اللي طلعتلي اللي هي عبارة عن 9 اخر انصة طلعها الاخر اجابة طلعها اللي هي 900 او ممكن تكتبها له يعني ممكن تكتبها له 984.8 divided by مين قال النمبر بتاع الفاليزو اللي هو 5 وقوله equal بعد كده بص لهم طلع حالي مين ال 14.3 خلاص يا سيدي ما من هنا اقوله دي عبارة عن اي هقوله والله عبارة عن 14.3 ولا 0.3 لا 0.3 من هنا قاله عبارة عن 14.8 0.3 فهمنا كده ازاي يا شباب ونكون بكده ان شاء الله خلصنا السيشان النهاردة خلصنا المحافظة التانية كاملة وانتظونا ان شاء الله في المحافظة الجديدة لو اكبرك الشرح ما تنساش تدعمنا بلايك وكمن سبسكرايب في القناة شوفكم على الخير ان شاء الله في السيشان اللي جاية مع السلام